تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد يمفد حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس جوزي ماريو فازا رئيس جمهورية غينيا بساو الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تسلم الرسالة مع الإشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية خلال لقاء معاليها اليوم على سعادة السيد مامادو سانو المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بساو الذي يزور مملكة البحرين حاليا وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بسعادة المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على تعزيز وتوتيد العلاقات التنائية في العديد من المجالات بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعربى ساعة سيد مامادو سانو عن اعتزازه وتقدير بلاده لما يربطها من علاقات صداقة متميزة مع مملكة البحرين متمنيا للمملكة المزيدة من التقدم والرخى اشتركوا في القناة